بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة طرق التكامل أولا التكامل بالتجزئة عند إجراء تكامل حاصل ضرب دالتين وكانت إحداهما ليست مشتقة للأخرى أو ليس إحداهما دال لمثلثية والأخرى مشتقة زاوية لها أو ليس إحداهما دال لأسية والأخرى مشتقة الأس أو ليس إحداهما دال لغارتمية والأخرى مشتقة ما أمام اللغارتم فإننا نستخدم القاعدة التالية إن تكامل fx بg شرطة x بdx يساوي إلى fx بg لx نقص تكامل f فتحة x بg لx أي أنه إذا عندي تكامل f بg فتحة وأردت أن أغير الأدوار الدور الذي تلعبه ج فتحة أردت أن يلعبه الف والف تلعب دور ج فتحة فإن هذا ممكن بالاعتماد على هذا القانون وهذا القانون يكتب بصورة مختصرة بالشكل التالي تكامل u بdv يساوي إلى u ضرب v نائز تكامل v ضرب dv إذن بهذا الشكل فإذا عندي u وdv إذا أردت أن أغير الأدوار الدور الذي تلعبه v تصبح تلعبه u والعكس بالعكس فإن هذا ممكن استنادا إلى هذا القانون أنا أقسم التكامل في التدسعة إلى سلاسة شرائح أول شريحة هو تكامل كسيرة حدود ضرب دالة شهيرة ضرب dx إذن التكامل يأتي من هذا الشكل كسيرة حدود ضرب دالة شهيرة ضرب dx المقصود كسيرة حدود هي كسيرات الحدود بأكملها من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة ضرب دالة شهيرة المقصود دالة شهيرة هي إحدى الدوال اللي مرت معنا مثل الدوال المسلسية الدوال الأسية الدوال اللوغارتمية كل هذه الدوال المرت واللي بنعرف التكاملها ومشتقاتها وكل شيء عنها سمناها دالة شهيرة فكمثال على هذه الحالة إذا أخذنا تكامل كسيرة حدود هي X ضرب دالة شهيرة هي E2X ضرب DX إذن هذا من هذا النوع في مثل هذه التمارين دائما وأبدا U ستكون هي كسيرة الحدود U هي U والباقي هو والباقي هو عند إذن فإذا كانت U هي X فهذا يؤدي باشتقاق الطرفين دا يساوي إلى DX الباقي هو DV الباقي من هو E2X بدX فبمكاملة الطرفين V نحصل عليها يساوي إلى نصف E2X الآن نأتي إلى الدستور الدستور يقول لي U بV تكامل X بE2X بدX يساوي إلى U بV الU هي X والV هي نصف E2X هي U بV U ضرب V نأس هذا النأس تبع الدستور تكامل V بDU هذا ضرب هذا إذن نصف يمكن يخرجه خارج القص E2X BDX تسيرت الحدود بنسميها هي U إذن في مثل هذه التكاملات فU هي عبارة عن X تربيع U هي عبارة عن X تربيع هذا يؤدي الDU يساوي إلى 2X BDX والباقي من هو الباقي هو DV هو E3X بدX نكامل الطرفين فنحصى على V هي 3 E3X الآن نأتي إلى U ضرب V U ضرب V إذن تكامل X تربيع بE3X بدX يساوي إلى U ضرب V إذن تلت X تربيع بE3X نأس تكامل V بدX 2 مع 3 بتطلع لأبره بيطلع معي 2 على 3 X E 3 X BDX أيضا هنا حصلنا على تكامل جديد هو من الشكل كثيرة حدود ضرب دالة شهيرة ضرب DX إذن هنا أيضا نحتاج إلى تطبيق التكامل في التجزئة مرة أخرى فلو طبقناها على هذه الدالة فنحصل على U هي X هذا يؤدي الDU هي DX والباقي هو DV الباقي هنا هو E3X BDX هذا يؤدي الV هي عبارة عن تلت E3X الآن لو جينا إلى هذا التكامل الجزء الأول على حاله اللي هو تلت X تربيع E3X ناقص 2 على 3 وفتحنا قوس الآن UBV هي UBV إذن تلت X E3X هي UB ناقص VBDU ناقص تكامل 3 E E E E E E E E E وأكامل هذا التكامل إذا وصلنا إلى هنا 3 E E E E E E E E E بالتالي كما ناقص وصلنا على المطلوب إذن هذا هو الشكل الأول إذن هنا ملاحظة ملاحظة هامة عدد مرات التي نطبق التي نطبق فيها التكامل بالتجزئة عدد المرات التي نطبق فيها التكامل بالتجزئة من عدد دراجة كسير الحدود ففي الحال الأولى كان كثير حدود من الدرجة الأولى طبقناها مرة واحدة فقط اليوم الآن أخذنا كثير حدود من الدرجة الثانية فاحتجنا إلى تطبيق التجزئة مرتين المرة الأولى هذه والمرة الثانية هذه أيضا ممكن نأخذ كمثال آخر كثير X ضرب كوساين X بDX واضح أنه كثير حدود ضرب دال لشهيرة ضرب DX إن الU هي كثيرة الحدود هي X ومنه الDU بسهولة نحصل على مشتقل X هي واحد بDX والباقي هو DV DV هي كوساين X بDX هذا يؤدن كامل الطرفين الV يساوي إلى ساين X الآن U بV هاي ضرب هاي هاي U بV X ضرب ساين X ناقص تكامل V بDU ناقص تكامل ساين X بDX ولكن تكامل ساين هو شهير هو سالب كوساين فنحصل على X بساين X زائد كوساين X زائد سابت أيضا لو أخذنا هنا كثيرة حدود ضرب دال لشهيرة ضرب DX الU هي كثيرة الحدود هي X ومن هنا الDU هي عبارة عن DX والDV هي عبارة عن الباقي سك تربيع X بDX لو كاملنا الطرفين فنحصل على الV هي عبارة عن تنجنت X الآن U ضرب V يعني X ضرب تنجنت ناقص V بDU ناقص تنجنت X بDX والتنجنت تكامل الشهير هو سالب لغارتم كوساين X الآن نحصل على X تنجنت X سالب وسالب موجب لغارتم كوساين X زائد سابت التكامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته